اشتركوا في القناة وضع اليد على ما يعاد انتاجه هنا وهناك في المغرب وفرنسا وما هو من الضرفية ومن الحاضر وفيها بعض عناصر الجدة ملاحظة الأولى متعلقة بصدمة الحادثة الغربية على المغرب ونتجتها الاستعمار لماذا حصل الاستعمار لماذا لم يقعد فعل مغربي منتج أمام الحادثة الغربية طبعا بشكل مركج جدا لنادي أفكار لإطلاق النقاش أكثر منها لتركيب وجهة نظر متكاملة أن لدى النخاب المغربية وخصوص النخاب الحاكمة يعني السلاطين كان هناك إدراك في كل لحظة أن العالم يتغير وبناء يجب عمليين تكيوف ومسايرة تغييرت هذا العالم منذ ثلاثة قرون على الأقل منذ سيد محمد بن عبد الله مع بداية الدبلوماسية وعصر الأنوار منذ السلطان محمد الرابع ومنسي في التاريخ كان عنده دور كبير لو لا محمد الرابع لما كان الحسن الأول محمد الرابع فتح على تقفان فتح على العلم فتح على الصناعة وبدأ بعض الخطوات ولو أنه هو الذي عاش الأزمة الأولى مع فرنسا التي هي حرب إسلي وانهزم فيها لأنه كان في الجبهة كان أنا ذاك أميرا وقد قاد الجيش وانهزم فكان نرد فعل على هذه الأمور ثم بطبيعة الحل الحسن الأول وفي الأخير ملعب العزيز الذي هو أيضا مغبون في التاريخ ما قيل على ملعب العزيز مغبون في التاريخ لأن ما قام به ملعب العزيز هو ما يقوم به الحاكمون الآن بنفس الطريقة التي هو استنساخ نماذج الغربية لذلك ضرورة دراسة هذا الأمر مفيد وبطبيعة الحل المجتمع أيضا كان له أكبر رد فعل الذي كان في المجتمع والمعروف عندنا في تقفتنا نحن الشباب سبعينات والثمانينات كنا نسميه طورة الدباغين في فاس وهي في الحقيقة حركة كانت تسمى بعيطة بالمدني بالنيس وزير المالية أنا ذاك لكن بماذا كانت مربوطة؟ مربوطة بالمكوس ومربوطة بالضريبة التي أراد الحسن الأول وأبوهم فيما قبل فرضها على المغاربة ولكن تدخل أجنبي موجود وكانوا مجموعة من تجار ويعرفون بالمحميين كانوا هذه الضربة غير مفروضة عليهم لأنهم محميين وكانوا أساساً في السوق وتطرح عمليين كيفية التساوي بين هؤلاء إذن ردد فعل في المجتمع وردد فعل في الدولة لم تعطي نتيجتها لماذا لم تعطي نتيجتها؟ لماذا فشل المغرب في الإصلاح الداخلي وفتح الباب للاستعمار؟ الأجوبة معروفة عند مؤرخي المغاربة المجتهدين وهو لأن النماذج المختارة لرد الفعل غير واصلة إما نموذج الاستنساخ النماذج الغربية إما نموذج الهوياتي هذا الغرب حرام كافر إلى آخره ما بين الاستنساخ والهوياتي هناك بعض الآراء هامشية ستعطي بطبيعة الحال فيما بعد الحركة الوطنية ولكن في قوس كبير سيغلق ونحن الآن بعد قرن ونصف نعيش نفس الاختيارات إذن دخل الاستعمار وقع صدمة كبيرة عند النخب أعطته لهذا النخب المحافظة ووقع ارتجاج كبير في البوناء وقعت الارتجاج الكبير ودخل الاستعمار الواقع الاستعماري بماذا يمتاز؟ وفي فرنسا جوهرية وأساسية في هذا الإطار هذا الواقع يمتاز بأول شرعنته مشرعن بما كان يسمى بالرسالة الحضارية أو التحضارية للغرب على المجتمعات المتخلفة على ميسيون سيفيليزاتريس مبنية هذا التنظير مبنية على نظرية فلسفية معروفة نظرية التقدم نظرية التطورية مثل أوغست كونت وتطورات بين المجتمعات تتطور كلها بنفس طريقة وكالنتيجة ديالها المباشرة عندما دخلوا الاستعمار هي عجرفة الداخلين خصوصا المعمرين ووضع المغاربة في وضع الدنيا إنميز المنوريتي في وضع الدنيا واحتقارهم لا في السكن ولا في العيش ولا في المدرسة ولا إلى آخره هذه الدنيا ستعطي ردفع المغربي اللي هو الحركة الوطنية ولكن كان الهدف منها هو رفع الضرار للدنيا لذلك الحركة الوطنية المغربية حركة اجتماعية كبيرة ضد الدنيا وعندما انتقلت السياسة من حركة اجتماعية لحركة السياسية انتقلت بمقابل شرعية مقابل شرعية من نهاية الحرب العالمية التانية إلى استقلال كان هو شرعية المغربية المتجسدة في السلطان والشرعية الاستعمارية المتجسدة في الدولة الفرنسية وفي ممتلها في المغرب مقابلة شرعية بهذه التونائية وبهذه المنوية الموجودة بينهم ستعطي بطبيعة الحل أننا تمثلنا أنفسنا في شرعية محافظة وبهذه الشرعية المحافظة يعني لا تعطينا شخصية كاملة لنكون شريك كامل طبعا كانت المقاومة أخذ السلاح التضحيات كل أمور وأتى الاستقلال جاء الاستقلال عندما أتى الاستقلال طورنا الوطن وخلقنا التصور للوطن وكن وطن محافظ وهذا الوطن محافظ وطن سياسي بلبس محافظة سيحد من قوتنا كي نكون شريك ندي مع الآخر طبعا الاستعمار مدة 40 سنة وكن مدة لا بأس بها كيف يمكن أن نتمثل هذا الاستعمار بالنسبة للمتقفة وخصوص النخب بين مزدوجتين الفرنكوفونية أو حتى المعربة وكن نهالة من ترات الفرنسي فالأرت الاستعماري أرت ملتبس كيف يمكن أن نتمثل ملتبس لماذا؟ لأنه فيه الجاني بنتقل الهيمنة والتنكيل والاستغلال والظلم والقهر ومن جهة أخرى هناك بطبيعة الحال تنوير عبر المدرسات تهيئة التراب الوطني التكوين إلى آخر هذا الوضعية نتعل التباس ستضعنا من جديد أمام معادلة الحادثة والتحديث موديرنيتي موديرنيز وإذا نريد أن في الزمن الطويل نقص ما بين بداية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين سنرى أن التطور الكبير الذي يقع بالصدمة الاستعمارية كنا في بداية القرن العشرين نرفض التحديث والحادثة رفضنا السكال الحديدية رفضنا الإداعا رفضنا ورفضنا ورفضنا طبعا تصور الفلسفية للحدثة بعد قرنين أصبحنا نهرول نحو التحديث بكل أشكاله كتولي قدجيت بوسيبل ولازلنا نتردد أمام خلق حدثتنا الخاصة وهذا عنصر ضعف في علاقتنا بالآخر فلذلك السؤال دائم نطروح هذا الالتباس الذي لدينا مع الآخر وخصوص مع فرنسا هذا الالتباس يمكن أن يكون إيجابي كيف يمكن أن نحوله إلى تفاعل إيجابي منتج هذا ما سأقترح في نهاية هذه المدخلة إذن بعد الاستقلال السياسي للمغرب طرحت المسألة الندية مع دول العالم وخصوص مع المستعمر السابق وبطبيعة الحال صياغة الندية في الخطب موجودة نحن دولة مستقلة إلى آخر لكن في الممارسة العملية تتأرجح بين الميول نحو الستنسخ الذي أصبح دائما بما فيه الدولة بما فيه المدراسة بما فيه كل عناصر الحياة العصرية وبين الابتكار الخاص في إعطاء تصور أصيل لعلاقة الدولية وكل تجربة باختصار نركزها في هذا الإطار لا بالحرب الباردة ولا فيما سبق مع القوس في حركة عدم الحياز التي كانت ممكن تعطينا تموقع وتخرجنا من الحرج أنتع يجب خلق حادثنا الخاصة دخلنا في حركة عدم الحياز لا هذا ولا هذا وكننا في الحقيقة استمرنا في الاستنسخ بطرق مختلفة وبطبيعة الحال تأرجح نبقى ما بين الغرب العالم العربي والعالم الإسلامي هذه الأرجحات الكبيرة في العلاقات الدولية ستؤدي في كثير من الحالات خارج لحظات الأزمة بحال الأزمة الحالية إلى التكتكة التكتكة الصغيرة كلكم تتذكرون أزمة التي كانت مع دوغول بعد اختطاف واغتي لشهيد المهدي بن بركاء كان توجه المغرب إلى الاتحاد السوفيتي وإلى المعسكر الشرقي وصبحنا نداك الحسنتانية تحدث عن الشراكة الإسلامية وإلى البولشوي كجي عندنا المصرح محمد الخامس وإلى جا كوسيقين جا بودقورني يعني كانت علاقات من من بعد كان مشو الاتجاه آخر وهذا التكتكة الغير المنتجة القصيرة النفس ستدوم في علاقتنا بحسابات صغيرة وقديمة دارها قاع قبل ما ندخلوا القرن العشرين بطحمد طبعا في اللحظة الضرفية أجلت الاستعمار ولكن في الحصيلة دخل الاستعمار بقوة أكبر لأننا لم نخرج من تردودتنا المزمنة وبما فيها التردودة الأخيرة الكثير يتحدث عن التوجه الحالي للعلاقات الخارجية المغربية أن هناك تغيير المنوال الباراديغم التي يحكمها عبر الاتفاقيات التي مع الأمور شخصيا لا أعتقد أعتقد بأنها لا زالت ضمن تكتكة الضرفية الغير المنتجة الآن سأنهي بهذا الأمور نحن الآن في ما يسمى تجاوزا بالعولامة هذه العولامة في الحقيقة هي غير فترة رابعة منذ خلق الرأس مالية إلى الآن لحظات مرات من التورا الصناعية مرات من الاستعمار مرات من الأمبريال مرات من كذلك الآن سنحن في مرحلة أخرى بماذا تمتاز هذه المرحلة هذه المرحلة تمتاز بعمليين سيادة الرأس مال المالي واقتحام لكل الحدود تجاوز الاقتصاد الفيزيك الرسمي الموجود في هذه الأمور وخلق أزمات متعددة نظرا أن منتجاته معروفة كان أزمة كبيرة التي يخلقها وتتواتر من 2008 الآن على أقل أربعة لحظات كبرى من الأزمات من هذا النوع وبطبيعة الحال حتى الحروب التي كانت جزئية أو بحل الحرب الآن في أوكرانيا هي متنفس للهد الوضعية في هذا التناقض ما بين السيادة الكاملة الرسمي المالي وانعكاسة السلبية على الاقتصاد العيني الفعلي في المناطق وخلق واحدة الوضعية غير مستقرة وكان نحن أمام عالم آخر يتشكل بعنف بألم والتركيبة دياله الآن انتع هذا العالم ستكون متعددة الأقطاب يعني مؤكد ما فيهاش قطبين فقط الصين والولايات المتحدة ستكون أقطاب متعددة مع مناطق نفود من هنا نحن في أية منطقة نفود وما موقعنا فيها غدا وما موقع فرنسا فيها أنا من المعتقدي من الذين يعتقدون بأن الأعمال اللي كدار بأن المنطقة النفود ديالنا هي أوروبا المغرب الكبير وإفريقيا ما وراء صحراء وهذا العمل الموجود ضمن مجموعة درجال أعمال ومفكرين إلى آخرين اللي على رأسهم جيغو فيما يسمى بلافيرتيكال الذي أستاذ والعلوم معهم فهذا الأمور تفكير في هذا الفضاء استراتيجي والذي يتشكل بالرغم من أن الآن مع الحرب الأوكرانيا وربما كانت ممكن تخلص من الهيمنة الأمريكية لكي تبني هذا الفضاء الآن وقع استحوادها فهذا الأمور لكن أعتقد بأن هذا قوس ستؤدي ثمنه غاليا أوروبا ستتخبط فيه شعوب ودول ولكن الفضاء استراتيجي هو هذا المستقبل ويمر عبر بناء المغرب الكبير إذن أزمة صحرا فيه مركزية دور فرنسا فيه مركزي ومشي لسواد عيون المغرب أو لخدمة للجزائر بل لمصالح استراتيجية نفسها في هذا الإطار إذن هذا الفضاء يجب بنائه يجب بنائه رغم ما تعطيه الظرفية الحالية من أن الحلف الأطلسي أعيد تشكيله وبناء أوروبا دخلت بشكل أكبر تحت المظلة الأمريكية كل هذا في نظر قوس بمفهوم المؤرخ بطبيعة الحال هذا القوس قد يكون يعني عقد ولكن هذا القوس يجب بناء هذا المستقبل كيف يمكن بناء هذا المستقبل ودورنا فيه كمجتمع مدني كمتقافين ككتب فكرة كلها كذا اللي سبقونا على رأس المرحوم دراحين بوعبيد بناء علاقة مع متقافين في الغرب مشغي فرنسيين إيطاليين أمريكيين إلى آخرين مع فاعلين أساسيين اسماء كبيرة ماسينيون و و هناك نتع برينوبيل في 1952 مورياك شارلوند رجيليام طبيعة الحال مالرون مجموعة من الناس وبناء معهم وخلقوا أحداث كبيرة داخل فرنسيين نفسها إقالة ونفي محمد الخامس كان له أطار داخل البرلمان الفرنسي المسيحيين في مظاهرة ضد هذا الأمور ماسينيو خرج في مظاهرة ضد اعتقال إمام مغريبي هنا في فرباط بن عبد الله إذن يجب بنا علاقة مع هذه النخب الجديدة بما فيها الشباب بما فيها الشباب تحت يافطة كبيرة وشعار كبير بناء جبهة سلام وتنوير من أجل تنمية مضيافة معت هذه الكلمة أنا كان هضرت حتى طريقة بذلك بمعنى لك تحفظ على الطبيعة وتحفظ على الأمور شكرا